اشتركوا في القناة ومنكرر كل مرة ان هو يحاكي القضايا الانسانية الاجتماعية الثقافية البيئية والتربوية بامتياز اسمحوا لمستمعينا ومشاهدين استهل اليوم كمان هالحلقة بعبارة المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك امام هالأزمات اللي عم تعصف فينا وبوطننا اليوم وفي كل انحاء العالم ما فينا الا من غدد عطول هتف المسيح قام خصوصا نحن يعني يومين بيفصلونا عن ذكرى الحرب الاهلية اللبنانية تنذكر ما تنعاد وامام هالأزمات اللي عم نعيشها بها اليومين وكل الأزمات السياسية الاقتصادية الاجتماعية نحن دائما منردد ومنأكد نحن أبناء النور وأبناء القيمة اليوم ضيفنا هو اخلق لنا اعلامة مخضرة عنده الباعة الطويل في العمل الاعلامي بميدان الحدث بامتياز اعلامة صادق وشفاف وواضح بشتغل بعفوية بمحبة بطوعية كاملة ابن كنيسة وملتزم ايضا بكنيسته كيف ما اليوم طلبنا لزمينا طوني بتواجد بالمكان الصعب أيضا بلب النداء في كل الأوقات وفي كل الأزمنة من دون مقابل بعطاء لا متناهي شخص بيشبهنا بعملنا المتطوعي بعملنا الرسالة في كل الأماكن اليوم منشوف رسالة لألوه منشوفه بميدان الحدث هو رئيس حركة شباب الشرق هالحركة اللي تأسست من 15 سنوية اللي هي مركزة بزحلة هالحركة اللي بتقدم مساعدات ومبادرات وبتقوم بمشاريع وأنشطة على مختلف الأراضي اللبنانية طبعا وبشكل خاص أيضا في مدينة زحلة والجوال مبادرات ونشاطات إنسانية اجتماعية ثقافية اليوم لح نحكي عنا عسبيل المثال وليس الحصر لأن احنا بحاجة لعدة حلقات تنقدر هيك نكون عم نحصر عمل هالحركة إضافة إلى أنه زميلنا طوني أبو نعوم يلي هو معنا اليوم بستوديو صودفان هو معنا باللجنة الإعلامية بالمشهدية العامة للسجون في لبنان أيضا ناشط على صعيد زحلة بموضوع السجون أيضا هو معنا باللجنة الإعلامية بلجنة الاتحاد اللبناني والعربي للتراث ورياضات التقليدية الشعبية وأيضا هو معنا بالعمل الكنسي بساعدنا كمانا بمحطة تلالوميار ونرسات وفي كل ما يهرض عليه اليوم من نشاطات وأيضا هو عضو بكتير جمعيات هو اللي حيحدثنا عنه شو ما حكينا عنه اليوم لتوني ما حفظ الألقاب بيبقى الكلام قليل توني أنا بدي رحب فيك بإزاعتك صودفان أهلا وسهلا شكرا أول شي ليا على المقدمة الرائعة ومثل العادي هيك بعفويتك وبكلامك الحلو أول شي أنا بدي أول شي أنا بدي أول تانكيول لألكون وأنا بمسطة كتير بس كون بإزاعة وخصوصا سودفان أنا بتعنيلي كتير لأننا نحنا بزحلة أنت بتعرفين نحنا بالبيئة الزحلية نشأنا من نحنا وصغار بعلاقة وطيضة مع الأرمن الموجودين بالمنطقة ومعروفة أنه الزحلة في عندك تجمعات الأرمن الكبيرة مثلا بتقولي بزحلة بعنجر ببيروت بزحلة كان فيها أغلبية الأشخاص اللي اشتغلنا نحنا وياهم ونشاطاتنا مؤخرا كانت بالمدرسة أو بجمعيات الأرمنية الموجودة بزحلة فأنا كتير أول شي مبسوط بوجودة بسودفان وبهيدا المكان بالزيد اثنين مبسوط بوجودة معك أول شي اللي حكيتي أنت أخدناه منك كما بيقولوا لأن تعلمنا منك العطاء وبمجانية يعني في ناسي كتير بها الأيام ما عاش تقدر قيمة العطاء صارت كل الحياة بالنسبة لأنهم هي مصالح وإذا انتفت المصلحة ببطل في عمل لا فيكن تكونوا عم تشتغلوا وعم تتعبوا بحياتكم بس فيكن جزء من حياتكم مخصص للعطاء فأنا كمان بتشكر لك بقلك تانكيو عكل المجود اللي عم تقدمي بمنطقة بيروت والشميل والبقاع واللبنان وأكيد تللي الميال وصدفان شكرا لك كمان توني هالمحبة المتبادلة أنا أول شي بدي إليك أكسيوس مستحق لأنه كمان كرمت من قبل المرشدية العامة لسجون بفرع زحلة هالعطاءات اللي عم تقدمها أيضا من صاحب السيادة مطران أنطونيوس الصوري وغيرا من التكريمات اليوم كأعلامي مثلي مثلك توني مثل زميلتنا الكبيرة أيضا اللي كانت معنا تحت الهوام شوي هالأعلامي يعني نحنا مش عم نحكي عن حالنا بس يمكن رسالتنا هي بتحكي عننا وين بتشوف اليوم قيمة الإعلامي أو الصحافي في هالعالم المعالمي اللي فيه سباق على الكلمة فيه سباق على مين بده يحرد أكتر على موضوع معين عم نشوف اليوم وين صارت هالمعايير وين ضاعت لكن متما قلت حضرتك أواشي كان فيه قيود أكتر على الإعلام قبل أنت بتعرفي لأن ما صار لك سنة و سنتين لأننا أنا أول مرة طلعت على الإزاعة علم الميكرو كانت من شي 25-30 سنة لأ بينا شوي كبير وسيها الحقيقة كان في برنامج للأطفال أطلع عدوه أنا بإزاعة بزحلة محلية صرنا 30 سنة من الخبرة والشغل سواء بالعمل الإزاعي أو التليفزيون أو الكتابة لأنه كمان مش هيني إعدادا وتقريبا اليوم للأسف صار كل حدا عنده قادر يفتح صفحة ويبسايت أو قادر معه يمول شغلة بقدر يفتح هو شي بالدعي أنه هو هيدا نيوز أو إعلام نحن ما فينا مع احترام إلا الكل نكون عم نوزح هذه الأمور كيف ما كان بالزمان كان في رقابة أكتر كان في ضوابط أكتر كان في نعابات تحكم أكتر يعني مش في مكان بيقدر يطلع يقول أنه أنا صار فين يكون إعلامي في شهادات في ناس تحبت بالحياة في خبرات يعني على قليلة أنت تعرف تكتب في ناس ما بتعرف تكتب هادي تصور لو ما يمصدنا أنا اللي بقوله بشكل عام ميما كان يكون وقال لها وافق الجميع الإعلام هو أمانة ورسالة كيف عندنا رسالة نحن بالإنجيل أو رسالة بشغلنا كان محامي عنده رسالة الطبيب عنده رسالة الإعلامة هو عنده رسالة أهم شيء الأمانة والرسالة بنقل ضقية الخبر بتلاقيهم موزعين عم ينزل شو ما كان من دوم ما يدققوا هلا الأحديث الأخيرة اللي صارت وما كان الشي عم تنزل حلو بالإعلام تكون أول شيء أنت عم تعمل تحقيقك الخاص وإذا أنت عم تنقل تأكد من المصدر يعني أنا ولا مرة على صفحاتي أنا من تبتعفل أنا عندي موقع أخباري لإلي أنا ما بنقل شيء إلا عن مصدر يعني لأنا نعتبر بدي نازل شيء صادر عن قوى الأمن الداخلي فوت على الويب سايت طبعا هذا الشيء موجود بيأخدوا من عندهم أو الجيش أو غيره ما بيأخد خبر منزلينه مما كان ونقول نحن عم ننقل خبر يمكن أو إشاعة أو خبرية مش مصبوطة لأنه هذا ليس عمل على الصحافة هذا أنا بشكل عام بقوله ليس ما يكون فيه رقابة بلدنا مهم وحلو حتى بالتوكشوت يعني عم نشوف المستوى الفكري المتدني يعني صح مش عم نحكي بالعمومية لا في ناس بتين مرتبين بس فيه ولكن فيه برامج يعني هبطت إيمتها مية بالمية لأنه يمكن الأشخاص اللي عام يطلعوا ما بعرف إذا صار الاعتماد على المظهر الخارجي هو اللي بيجزء بالشخص طي يكون عن صحيح على البلاتو يعني هادي نحنا بندعي أنه تكون فيه اختيار صحيح كلمة هيك أنا اللي بقول أنه مش بس هو الاختيار الصحيح هو أنه كل إنسان اللي بده يشتغل بهذا الدمان بالصحافة يعطي هادي الشغل إيمتها نقل من مكان لماكان أو لإصارة حي الله شي من المواضيع اللي مش لازم تكون متل ما بتعفي أيام زمين كل الزعماء وكل العالم أيام الشعر عفو أم حدا بيعرفها تعلمناها بالجامعة كانوا يستعملوا الهجائين والمدحين لينقلوا الخبر اللي بد يعمل شهرة هلأ بيستعملوا الأعلام لخي ما تنقول إلا ما الشي أنت تكون مأكد منه صحيح ما تكون قداد بيد غيرك جي نحكي كنا عمل تطوع عفتنا على الإعلام بخطة لأنه اتنيناتنا شنغلنا بهذا الدمان ونسأل أنه نلاقي نحنا شي عم بيصير بها البلد بشو وصف لا لأنه كل ما عم نكون بمكان معين عم يسألون أو عم نسمع عن هالبرامج الهابطة بمكان معين يلي في تدني بالمستوى الفكري السقافي أو حتى أنه إن كان في أشخاص نحنا أقل الناس نحنا مشي بس ولكن نحنا كمان عنا خبرتنا وعنا تجربتنا ويمكن أنت مسافر لأكتر من ثلاثين دولة وأنا كمان نفس الشي وشاركنا بمؤتمرات دولية كبيرة يعني كلها تتعلق بالإعلام إن كان الإعلام المسيحي أو الإعلام المسيحي الإعلام الخاص يعني إنا ما تبلشنا ما ببلشنا بإعلام إن كان مسيحي أنا كانت بإزعاء عمل برنامج للأطفال بعدين ستتعمل حلقات تانية أوقات كنتتعمل أبراج تسلية برمج مسابقات يعني ولا نهار كنا موجودين بمحل بعدين كنت تقلت للمواضيع اللي هي فيها حوار وهيك لأكي ما كان درجة من زمان كنا أزلت قلنهم في حوار للناس ما كانوا يسمعوا كانوا يحبوا أكتر الإشاة اللي هي مسابقات وطوب تان وما بعرش يعني كله كان موجود مرعنا فيهم كلهم حلوا تمرقوا ما تسلقوا المراحل وأنا لأهلا بقلوا ما تقولوا عني أنا علامة أنا خادم لها الرسالة نحن رسل لا بيبصوا خيها هي الشغلة مش تيتر الشغلة هي عمل على الأرض وتاريخ ومسيرة من النضال والعمل بتوا بيقولوا نعم توني حدسنا عن حركة شبيب الشرقية اللي تأسست من خمسة عشر سنة أهدافة نشقتها مكانها نعم شو بتتضمن اليوم كنت عدس أنا زميلتنا هلا ليش قالوا كانت الشرق مش المشرق قلت الله لأن نحن لحركة بنشي 2008 تقريبا كنا جروب نحن بالكشافة بتعرفي الكشافة بتوصلي على مرحلة أنت بتبطلي فيك تكفي يعني توصلي مثلا بتعملي أعلى مرتب بس بعدين ما فيك تنزلي يعني أنت بس تطلع إلى فوق بالكشاف بالتسلسل ما فيك ترجع تكوني تحت بمعنى فنحن حبين نعمل شي شو نعمل يا شباب اتفقنا وقتها نعمل جمعية ومنى طلاع وفرسين ومنى أخوية ومنى حزب إلى آخره هي جمعية هيدا كانت الهدف اللي طلعنا فيها وسميناها حركة شباب بالشرق لأنه كنا من عنا تفكير أنه احنا نطلع فيها برات لبنان لأن نوصل فيها على مناطق شر الأوسط ومما كان فينا نفتح فرق لهيدا الجمعية سو هيدا كانت البداية بالألفين والتبين أساسنا هيدا الجمعية وأخدنا على المخبر من وزارة الشباب والرياضة وكان هدفها الأساسي كل شيء يتعلق في الشباب في قطاع الشباب وأكيد كل شيء بيتعلق بعمل التدريب من فرص عمل واعداد أجيل حتى يعني يواجه المجتمع وإلى آخره هلأ صلنا نتقلب مع الأيام بتسأليني كيف يعني كل عصر أو كل فترة زمنية باللبنان إلى حيسياتها يعني مثلا إذا انفجار بيروتنا نعتبر اشتغلنا شيء يعني مش بعيد عن أهدافنا بس مش لنفس الأهداف اللي كنا نشتغلها قبل اجيت كورونا حولنا كل نشاطاتنا لشي تاني اشت الأزمة الاقتصادية دخلنا عن نشاطاتنا لإشي الخدماتية والاجتماعية والإنسانية يعني أنا جمعيتنا شوي فلكسبل مية بالمية لأنه في عنديك ناس يعني أنا بتذكر كل الجمعيات اللي بعرفها وقفت بزمن كورونا لأن معاش لقيت بديل لتعمله بالوقت اللي احنا أقلمنا أهدافنا وقربناها وزبطناها لحتى تتناسق مع اللي صار وعملنا نشاطاتها بكورونا وتوعية وإلى آخره وكانت إلى أهميتها سو هايلي كانت الفكرة وانطلقت مننا حركة شباب الشارق من خمسة عشر سنين وسنة الماضي احتفلنا بالذكرى الخمسة عشر اللي كان هدفها هيدا تجمح الناس ما تفرق يعني ما تكون عندها شي وما عنا أهداف أهم شي لا سياسية ولا تبعين لا ولا منظمة ولا لا مؤسسة نحنا جمعية نكتفي بما نجني نحنا أو لنحصل عليه من هيبات ومساعدات من دون ما يكون عندنا تبعية لحد هم كون الإنسان مية بالمية لك عندي أنا ثلاث شؤة إذا بدك أو ثلاث أقسام بالجمعية بيهمونا فعندنا هم الإنسانة اللي هو نحنا نوعنا عطول بي الزويل الحاجات الخاصة عندنا نشاطات خاصة فيهم وانتي بتشوفي كل نشاطاتنا هنحكي على الأحد عندنا نشاط كبير مع المسنين هيدا الجزء القطة إذا بدك نحنا نعطيني فيها الإنسانية هيدا بشكل دائم هيدا بشكل دائم نحنا عطول عندنا على الميلاد وعلى عيد الأم وعيد الطفل وعندنا بالصيف مع الصمين ثلاث بارتيات عندنا لازم يكون نشاطات لهالثلاث فئات لهن الأيتام زويل الحاجات الخاصة والمسنين عندنا بارتيات اللي هي مساعدات الاجتماعية عقدنا لأن انت بتعرفين نحنا معنا هالتمويل الكتير كبير شو بنقدر نحصل من هون ومن هون ونجمع نحنا مكون عام نساعد فيه مثل مسلا عطيكي على الباك عملنا برأة يمكن الصور تبع الشمع مية بالمية ساح كتار الشمع اللي شفنا عمراءة صورة وزعنا على عيد الكبير لمية طفل شمعت العيد كيس كعك وكارتونية بيض للأشخاص اللي هن وضعون ما بيسمحلون يمكن يجيبو لا لأنه صارنا شي خمس سنين مشين فيها الكبير لأن يمكن فيه أولاد ما انهم قدرين نشترولون أهلهم شمعة ونخدها على عتقنا واتكننا صغار إذا كنا نروع الكنيسة ما معنا شمعة عداش كنا نزع المدية سو لا أنا بدي جيب شمعة وجيب له كيس كاعك وجيب له كارتون تبايد للولد لحتى يحس حاله فيها هاي دي مسلا شعنيني وهلا على عيد الروم راح نوزع كمان عشان ما لاقي هيدا الموضوع آآ بعدينا كمان آآ حبينا نحن نكون عم نشارك العالم بهالأفراح تباعة وتعطي بمجانية هي أهم شي وزعنا ورد عيد الأم على الطريق مرأي الصور احنا عم نوزع ورد للإمات على الطريق بويات ورد مع الزفة كله هيدا لتدخل الفرح الانسان بحاجة يحس بفرح إذا ما حستثيب هيدا الفرح شو بتكوني عملتي عدمتنا عملي لشو فهيك نسطاتنا منوعة كمان هيك مقالليك هيدا كان بارتي من البرتيات البرتيات التانية هي عندنا ندرب الشبيب اللي معي اللي هني أربعين شخص هني يصيروا ليدر اللي يصيروا ناس فعالين في المجتمع اللي هني كنون صغار 18 وال 25 سنة ما أنت بتكتعمليهم فورمسيون ثلاثة نحنا ما نحافظ على أهدافنا الأساسية اللي هي الرياضية والثقافية كمال هيك نحنا عنا برامج سابتة بأجاندتنا السنوية هي ثقافية وتربوية غير المحاض يعني محاضرات التوعية عن السكري عن الضغط عن الألف كل شي هيدا عنا بقلب مشغل مع المدالس مع كذا كله عن التوعية عنا رالي بايبر لكنه نعم نشاط الثقافي عنا مبتحديات الرياضية اللي بنعملها خلال السنة شترانش باسكت وفوتبول وبينبون هادي كمان نحن نشتغل على الكوتير الرياضية للإنسان يعني نحن شغلتنا غير المساعدات والمؤسسات والأيتام والطفلس نحن بدنا نشرك الجمعيات الباقي اللي تكون عم تقوم بنشاط فهؤل النشاطات اللي عم نعملون هي تربوية ثقافية رياضية اجتماعية هؤل كتير أساسيات بالنسبة لأننا نحن كتير يعني أنا ما في كل السنة أجاندتنا بتتركز على هيدا الموضوع والحلو لي وهي تعلمنيها السابق لكن من خلال خبرتنا أنا عالطول بشبك مع الجمعيات يعني إذا بتلاحظي أنت الباسترات اللي ببعثون ولا مرة بتكون حركة شباب الشارع بتكون مع 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 على القليل يعني مكون عنا عشرة أو خمسة أو سبعة أو ثمانية جمعيات عم نشتغل معهم وننبسط بهذا التشبيك مع الجمعيات لأنه هيدا بيقوينا ما بيضعفنا التضامن مهم كمان التضامن التعاون توني كمان قطعوا صور يمكن تعاملوا بحتي في لد بمناسبة عيد الأم شو عملتوا هيد السنة السنة هو شهر عيد الطفل وعيد الأم ويوم المرأة ويوم المرأة كان حافل قطعوا صور هوتو زيق الشمع على الكنيس عم بيقطع كتير صور هون افطار رمضان لأولاد الأس وآس لأنه كمان عملنا افطار لأولاد الأس وآس ولجمعية المكفوفين اللي هني لما بيقشعوا وقليل قليل الناس بتهتم بيهاك أشخاص مئة بالمئة فعلى عيد الأم كان عندنا ما خبرتك نشاط الأولاني هو توزيع الورد على الترقاط هيدا كان فرتي لحتى الناس تمبسط ويوصل الفرح لكل الناس كان عندنا ترويقة صباحية للأمات دعينيهنا على الترويقة وكرمناها وانه ينعاد عليكم يا ست الحباير سميناها وكان عندنا محاضرة كتير مهمة عوناها بأن المطرنية تقروم الأرتوديكس مع سيدنا أنتونيوس السوري برعايته اللي هي تضمنت الحلقة طوعية مع دكتورها نفسية دكتور جاني بطاقة وجالها تحية لازم كمان تكونش نهار ضيفتكم قد ما عطت شي كتير حلو دكتور جاني حكيت عن التربية بين الأمس واليوم شو يعني تغيرت المفاهيم يعني عطت كتير حلوة وكانت محاضرة شيكة جدا حضروها شي متين شخص هاي كان بمناسبة عيد الأم وكان لازم نكفي نحنا نشاطنا مع المسنين لأن هني كن لهم أمات بشليفة مقوى شليفة وما قدرنا لأن الظروف الأمنية صارت وقت بالمنطق هونيكي بسبب الشليفة حدا بعلبك أجرني لأحد هيدا رح يكون نشاط عيد الأم هيدا نشاط بدعيكي تضعي تطلعي عليه هيدا الأحد هيدا النشاط ليها دار المسنين بشليفة وإرهابات الصليب أنا صالي يمكن 15 سنة بطلع عليه من وقت الأساس الجمعية بيعنيله فيه كان ما كان في رجال سنة الماضية جايبوا رجال كانوا 80 لمية مرة كلهم نسوين مسنة وأمات كان أنا عطول عيد الأم والصيف يعني بعيد الأم بدي يزورون وبالصيف بدي عملهم رحلة هيدا هيدا كان شي سابت من مقدسات الجمعية فنحنا كنا طلعين نعيدهم هيدا صار في رجال رح نعمل احتفال هاتنين سواء طلعين على رات الأحد نعملهم غدا ونعملهم 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 واخدينهم أكيد غراد خاصة بحاجة هني لألة وهيدا بحب ألف وتناصر كمانا بما أنه نحنا براديو فان رح يكون بالتعاون مع المدرسة الأرمانية الإنجلية بعنجر تلميز المدرسة أو المدرسة الداخلية بعنجر جمعوا هني وعملوا مثل فاند صغير رح يبعطوهم الحلوة أرمنية بوجهونا تحيي كتير كبير نهار السابت نستلمون مزبوط بعنجر رح نستلم الحلوة الأرمنية ما بعرف أنا بعد ما شفته شو هو لنخذهم نحنا اليوم هون ننخذهم معنا نهار الأحد للختيارية تصوري ولاد الداخل أو هني الميتم بعنجر هي لإسم المدرسة الأرمنية الإنجلية هني ولاد داخل قاعدين لأغلبيتهم جي من المناطق من هون بقدوا السنة تبعهم فو هني عملوا فاند وجمعوا مساري ليبعطوا للختيارية شي يعني هون يعني أنت عم تحكي توني وأنا عم فكر هيك بعقلي عمقول أنه نحنا بيقولونا أنه تعلموا من الكبار يعني أنه الشخصيات وهالفعليات اليوم صرنا نحنا بنا نتعلم من الصغار صحيح الصغار عم بيعلمونا المحبة عم بيعلمونا كيف من أمن فلس الأرملة صح أنه تصور يعني تلميز مدرسة هني عم بيجامعو تيسعة مية بالمية مية بالمية وهالكبار وهالزعمة ومدرين ورجال الأعمال يلي هني معهم مصاري اليوم تلجأ لهم كلمة القضية إنسانية كلمة لحدة بده عملية كلمة لهايك أضارية مية بالمية بتلاقيهم يا ما بيردوا على تليفوناتهم يا بيتهربوا مش الكل بس أنه اللي عملوه التلميز وكينا هناخدهم معنا بس كمان بتاعفين لأنه المنطقة المنطقة شوية هلا بتحسي أنه اللي راحين صاب بعد بعلبك بيخافوا العالم على الأوضاع اللي صار كنا ناخدين هولا التلميز معنا هني حضروا الحلو وأنه مقبلنا لما يكون حلو أنه الأرمنية لحتى يتاخد معنا بيدقوا شي جديد حبوا يعنونهم هالقضايا هن يعني وشمعونهم مصار بيعطينهم المونة وغراد يعني عكيدي هيدا العمل الإنساني الشعب الأرمنية كمان شعب بيخطت كتير معطاء وبيقدر قيمة الوجع لأنه عانى الاضطهاد مية بالمية عانى للإبادات عانى الأوجاة يعني تعرف أبير وزرنا المحل الشعلي وحكيت وقريت القصة اللي هي قصة كانت موجعة والصور هي كانت مؤلمة كمال هيك طلع الشعب من الشعب الأرمنية والشعب صلب ومعطاء وعنده إيمان وعنده قادر يوصل بنا حاله بحاله هذا الشعلي كتير مهمة هذا الحلو شوفي مشاريع جديدة عم تحضروها بس قبل بدي اسألك تونين إذا حدا بدوا مساعدة اليوم عم نحكي عن مبادرات بيقدروا يلجأوا لألكم نحنا ضمن أكيد الأدورة تابعنا إذا نحنا مش قدرين عم نسعى من خلال الجمعية الصديقة يعني جمعة الماضية مثلا في مريض التصل في أنه هو بحاجة لأدوبيا بكلفه مبلغ كتير كبير مش قدر يأمنه أنا توصلت مع أبونا صاحبنا كمانا بمجرد تحيي معلاش أنه فينا أبونا توني أضميني اللي هو عنده جمعية تحاب المحبة وفي عندك جمعية العزراء الفقراء فقراء مريم اللي هني كمان جمعية عندهم هيدا توافقت أنا وياهون أمن أبونا توني جزء كريستيان قدم الجزء ونحنا قدمنا جزء أمننا هالدواء للشخص هيدا اللي قيمتوا فوق الأربعين مليون ليرة أو خمسين مليون ليرة الحالي أنا ماني قادر بيجيب إليك أنا قادر لا كجمعية بس تعونا نحنا ثلاث جمعيات أو أربعة جمعيات أمننا مش الدواء نحنا بنحاول دايما نجيب الدواء منعتي ما صار يمكن أنه دواء مية بالمية مية بالمية قدمنا يعني هش بدك يفعني بتصير القصة من دون ما تكوني أنت لحالك أنه مش قادرة يعني هيا عطلتك مش من زمان صار بيتصل فينا هيك حالات نسعى مش عالطول يمكن فينا لأن احنا كمان إمكانياتنا محدودة بس إذا قدرنا ما منأثر حلو توني إذا حدا بدي تواصل معكم لحطلب مساعدة أكيد ضمن الأمكانات المتحاب نعم فيك تحط رقمك الرقمي كل الناسين صار يعرفو أو شي حركة شباب الشرق هي على الفيسبوك والإنستاغرام في من يفوتوا يشوفوها ورقمنا أكيد طبعا اللي حالي بحطوا عطول هو سفر ثلاثة سبعة تماني خمسة خمسة تماني تماني قد ما منقدر برجع بقول لأنه تعرفي أنت يمكن البحثة بتصنط خابية بس نحنا هالقدي يعني منقدر نعمل اللي أنا عم ننوع نشاطاتنا يعني أنا بدمضطر اشتغل كل هالفروشيات هايدين ببرجة كتير مقبولة يعني بالنسبة لألي أنا ومش من زمين أنت يعني كعضو المرشيدية مرأي صورة قدمنا لها سجن رشاية أنا كحركة شباب الشرق مع المرشيدية العامية لسجون قدمنا نحنا كمية تجهيزات يعني عم نقدر قدمى فينا وانتبهي داخل الأصحاب والمحبين عن جد يعني لك بتكوني أنت قايلي ربي ما ما بدي يجيب ربنا بيبعث نحنا كل هالمساعدات قدمناها بالعديد من السجون كمانا كان بيفضل كتير ناس وقفوا إلى جانبنا وقدرنا زرنا هلأ يعني من فترة من زمين شفتكن من حوالي شهر برمنا على أكتر من سجن تقدرنا أمن مساعدات لالنزلة صح مية بالمية مية بالمية شو مشاريكم للصيفية بعرف أنه عم شعبت خاطط ما بتنايم مثلنا أنا بدي أرجع أقلي كتير مهم أنت كحركة أو جمعية كوني عم بتعملي هيدا تشبيك مع المحيط طبعي هيدا الفكرة بدي ركز علي يعني هلا أنا مضاينا مع جمعية حماية مضاينا مع جمعية كفا ورح نمضي مع جمعية بيت الموجوعين ليش هيدا برأيهم ليش هيدا مذكرات التفاهم أنا لحالي إيد ما بتزقف نحن بدنا إدتان بدنا نكون مجموعة لنقدر نبني هيدا تكاتف بين بعضنا هيدا اللي بيبني هيدا اللي بيعمل شغل مزبوط نحن عدي عن نمضي لحتى نفتش على كيف نحن بنقدر نخدم بالمحيط اللي نحن موجودين فيه هيدا كفكرة اللي كنا عم نحكي وهيدا شغلة كتير مهمة لأنه هلأ مش من زمين مضاينا هالأم أوي وي طوضي وعم يساعدونا كتير لحتى نقدر نعطي وننفذ برامج خاصة للأطفال نحن عشو عم نفكر لبعدين أكيد بتعرفي هلأ بيبقى في فترات بيقولوا بتبقى هيك بتهبط شوية نشاطات وجيمدي طبعا بصبع الصروف بس أنه بالفترة اللي قيت شو عنا عنا أهم شي عم نحضر المهرجين الصيف اللي بنعملوا كل سنة بيكون متوا خمسة أيام هيدا مهرجين ترفيهي للأطفال وللكبار بيتضمن معرض للستاندات والحرفيين بيتضمن برامج خاصة للأطفال وبيتضمن حفل للولاد للمواهب بيضمنوا هيدا هيدا خمسة أيام متل ما هنة سنة الماضية أنا ما بدي أحكي اللي يخبروني أنه السيارات الوسطي تمدي عوان ما قدوا الناس وصلوا قد ما كان فيه ناس فيه هيدا أهم شي ليش بنعمل هيدا المهرجين لأنه نحن بحاجة لنطلع فاند بش بس نعتمد على الناس اللي بتعطيف لنشغل الشبيبية تبعنا منطلع منه هيدا فاند هيدا المصاري منطلعها بيكونوا مثلا بيروح أصب منه لأجار المركز تبعنا لنضمن استمراريتنا ما تبتعفي فيه أجار مركز فيه كهرباء فيه كذا بيروح والأسم الثاني منخبي للنشاطات تبعنا نحنا منطقة قبلة كأننا نحنا مسؤولين على كل الأنماسيون وخصصنا للأنماسيون كأننا 2500 ولدوا أهليهم بنشاط يتورخ مع الجيش اللبناني صار رح يتكرر إن شاء الله السنة أكيد بس كمان الأطفال اللي بتتنفس بينبوزتوا بيبرزوا موهبون إبداعاتهم وسط هالظروف اللي عم نعيشوا ما بينحرموا مئة بالمئة فهيدا هيدا عنا هيدا أكيد أساسي عملنا نحنا الفوتبول وعملنا الشترانش بقي عنا الباسكتبول اللي عنا وعودين بالدورة الرياضية الشباب والصبايا طبعا الجمعيات ما فيه بدي أعملها هاي حتكون قريبة دورة الباسكتبول الله رات عنا عم نحكي هاو دي من هلا للتموز عنا أكيد والصيف غير قصة المهرجين اللي بنعملوا نحنا اللي هو كتير كبير اللي يحكوا عنا أكيد نشاط مشترك مع الجيش اللبناني وعيكونوا في عنا غير هاو كل سنة عندي شغلة بعملها أنا بالصيفية في كذا مؤسسة للأيتام بجيبهم بقدوا نهار على البسين أنت بتاعفي الولاد ما بيصلهم يظهروا كتير يعني إذا عديد بهالبيت تابعهم بالقرية تابعهم أو بالبتمو تابعهم نحنا بالصيف منركز شوية على هيدا الشيء نظهرهم من مركزهم الصيفية ويكون في عندهم برامج خاصة على المسبح هلأ بالجمعية سواء كان مع جمعية كافة وراح حضر شيء كتير مهم مع الدفاع المدني للأراض نعم هيدا كلها صح هيدا من هلأ تقريبا لسهل لأ انت بقى يعني بجدة عليك وخصوصا نحنا ببلد ما نعرف كليوم مية بالمية يعني عندك نشطات بتجي منذ ما تحس أنا قلت لهم بقى خلصنا ركبوا معنا نشطان ببرع اللي خلصناهم ما كانوا متوقع عينهم توني اللي كانت عم تحكي بس ما بعد ما بعد تقد هي لبنانية عم تقول وعم بتناشد انه نحنا هي اعلامية بس من زويل هما نعم احترات الخاصة نعم لما انه انت بتشتغل عبروغرام للمواهب وهيك انا ما بعد عندي هيك مناشد لألك شخصية انه بركي بيكون في محطة فنية فقط لهالاشخاص ان كانوا اعلامين او فنانين عندهم حلوة الفكرة بما كان معين بس عندهم فكر عندهم ابداع ليش ما هدولي مصطع منهم مش خلط مش خلط لألك شامي تكون هاي دي ظاهرة جديدة بالبلد بركي غيرنا بيغار منه بصير يشتغل عليهم هدول بعبدة مركز للصم والبوكم انسيت اسمه المظبوط يمكن هلأ بقلبه هيدا المركز انا بشتغل معهم كمانا مش بس كنشطات بشتغل انا بقدمهم حفلاتهم كأعلامة عندهم الشيف دعب على الأوركسترا اللي هو بيدق مع عمير يازبك وغيره وغيراته هو كفيف هو المايسترو طبع هول الفرق الموسيقية مايسترو شو حلو يعني هول مثلا انا بس اعمل نشاط معهم انا تتأثر مش بس تأثر بعمل شي بحسه هو كمة العطاء والفرح معك حق لانه نحنا كمانا تركيزنا بديكون على ابرزها والقضايا انت شو نافعك اذا عملت لنشاط لناس مش بحاجة انا بشوف حالي بين هؤلاء الاشخاص مية بالمية انا بحكي على الصعيد الشخصي بكل صراحة بكل جرأة على الهو دايما بقول ما بتهمني السياسة صح ما بيهموني الصفوف الاولى ما بيهمني العالم المعاولي ما بنركض على الصف الاول ما بنركض على الصف الاول ان شاء الله قعد اخر الناس المهم الرسالة اللي انا بدي صح قدية ورسالة كمان اللي بدي اخدها من المكان على بيتي كل اسبوع تياخد هال نفايات تحييحطن بمكب خاص فيهم يمكن كمان انا بقدره كتير اكيد لانه هيدا شخص لو ما عم بيقوم بهذا العمل انا ما في يعيش مضافي فيه اشخاص بتحتقرن او تمبزن يعني اوقات منواجه حالات بمجتمعنا اكيد منفكر حوالنا اذا معنا مصاري اكتر من غيرنا لازم عطول يكونوا مناخيرنا لفوق او نمشي عراس طبيعي انا بدي اقللون اليوم عالهو هدول الامور بتسقطنا بتنزلنا 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 بالعكس ما في اهم مننا يكون عنا طواضع يكون عنا عطاء يكون عم نساعد مثل هؤلاء الاشخاص ان كانوا اليتامة ان كان زوية الهمم ان كان الاشخاص الموجودين بدول العجزية اللي ما قيلهم حدا متروكين مصبوط يعني هدول توني نحنا لازم نشتغل عليهم نعود بتتخيل انتي بس تروحي على المقوى انا بديش تسمي مقوى دار عجزة ما تنخذ معنا نحنا الشباب الصغار طبعا الجمعية النسوين والاهل يعني بحكي كانوا هولا النسوين باسفة كنوا هولادهم شو في البكة يعني هيدا التأثر عم تحكي يعني هيدا الشي اللي نحنا عم نحكي عنه وكاننا عم نحكي عن انصة انه حتى عاملين نظافة اللي هني عم يشلون اللي احنا وصخنا انتم بيقولهم انا بيحترمون كتير منت اختي كانت صغيرة كانت صبية كانت تضلحتني ليه بعيد العمال ما بتعمل غدا كانت تسميون هي الزبالين ما كانت تعرف انه كلمة على قدة هي صغيرة ليه ما بتجيبون انت وبتعملن شي بتعمل لكل الناس ما بتعمل لها انه معها لكن كان عمرا خمسة ستة سنين ماريت جو وتفكر بهيدا الموضوع ليش انت ما بتجمعن وبتعملن شي هدا اللي عملنا نحنا وإلا نحنا ازا ما نعمل جمعيات بس نعود صف اول ونعمل جمعيات لحتى الصور وقام الرئيس وقال الرئيس وعمل مقضيينة هايك استقبلة وودعة ولأ والعنجهية اللي عنا انه محلنا بقى مبطلة نتخلى عنا امام كل هالازمات بعدنا ما نفكر بالمادة وهالاخبار ومين اغنى من التاني وايا جمعية عملت وانا شو عم بعمل وانسفرت وشو قدمت لفلين بعدين اللي بديو يقدم لأي شي لا بديو لأي جهة ما بيقول العطاء هو صمت صح بدنا كتير بدنا تنشئ بدنا احنا عحالنا كمان هاي كيحنا مرأنا فيهم بالزمان كنا انا بقول لنا انا وين كنت ازا صديقتي بالتاليفيزيون عملت شي احلم اللي انا عملته يعني انا بدي اعمل جميع الطرق لكسرها للايا لحتى بدي شو هاي كنتوني بس عندي جيب الفكرة كنا نفكر حتى كنا بالازاعة لا بالعكس بس بعدها هايدي الامور موجودة مش عمنا مش عمنا لأ انا بدي حاربه ليا انساني ناجحة بدي حاربه انا بقى انا بتعرض لكتير بس الانسان الراقي ما بيرد ما بيجاوب ما بيعلق بس انا بيقولولي في ناس بتغير مني كذا بقال لون شو بدي تقدر ساعدها صحيح ما بعلق ما عندي هالكلام النبي خرج مش عيامي بس ان احنا ما بننكر ان احنا بنمرق بهاو القضايا هيدا الانسان نحن بنكون بعجونة طرية وهل نحن بنتشكل مع الايام لحط نصير بشخصية معينة انا عمليك كان عندي ايهم وبعدين انا خلاص ما بقى يعنولي يعني خلاص ما بقى تعنيلي القصة وما بقى تعنيلي السيلفي ومتما قلت انت خلاص نحن وصلنا على محال وندل نشغل على حالنا لان قد من كان مندل نشغل على هيدا التطور هادي يعني فيه امور كتيرة تحديات كبيرة صح كانت تقليك انه ضمن الاشياء اللي عم نعملها هلأ مثلا عم نعملين حملة اه توعي كنت عم تقليه اللي هلأ رح تشمل كل المدارس هي بتحمل اه كزا بلحكي عنا حملة التطعيم انا هادي بدي احكي عنا عدى ساعدتوا ناس فيها صح هلا كنا بعض خالصا بلحب الزين ان احنا نحكي ع التوعية عنا هلأ عم نشغل حملة التوعية بالمدارس مع كزا حكيم ليهني اصحابنا وفي بينه المعنى بالنادي طبع الروتري اللي هو نادي الروتري زحلي كابيتل اللي انا اسسته هولي رح نعمل حملة التوعية بالمدارس عمليه نهار طب كامل بمنطقة بحد زحلي بالمجد العنجر عم ننسي ان احنا مش جمعيات فوق الموجودة ومع البلدية فحصات التلميز لكله مش محس التلميز للعالم اهل المنطقة هادي عم نعملها عم تزكر شو عم نحضر ومبالحة كان عنا حملة طلقي حي كان بالتعاون مع وزارة الصحة اليونيساف صليب الاحمر اللبناني واكيد حركة شباب الشرق والروتري ورسالة مرأة الخيرية لحتى نطعم الناس خمسة عشر طعم لانه كمان نحنا واش بيتنا نكون نحنا شو عم نحوط نحنا شغلتنا عم نجيب هالمؤسسة عم تقدم الاغراض نحنا عم نرشدون عم نوعيون هادي كمانة نحنا عملناها مبالحة بعد الحملة موجودة بعد تللي الدعاية توني اكيد قبل ما يدهمنا الهواء وشغلي انا بدي اتشكر لحل ايه سيعة معنا خلصناه لأ بعد في عملك شوية لانك جيت من زحلة لعنا يعني هيدا الشيء كتير علينا عطيتنا من وقتك وبعرف انشغالاتك كمان ولكن اليوم شو بتقولهم للشباب للشبيبة بعرف كده بتشتغل مع الشبيبة وبالكنيسة كيف ما منضيعك بنلاقيك بالكنيسة ومع الاجروبات ومع الاجروبات وبتخليهم عطول يكون عندهم فرحة على وجه وعصاب يسابتين بأرضهم بهالديار والرغم من كل التحديات شو نصيحتك اليوم لشباب العصر لكن اهم شي الجيل اللي طالع انا بنصحهم عطول ينخرطوا بالجمعيات حيالنا جمعيات شو ما كان نوعا لا لانه الجمعيات هي بتسقي في الانسان وبتعملوا ليدر انا بقلوا انا كيف اتعلمت تصير ليدر لو ما الكشاف لو ما قضيت 25 سنة بالكشاف انا كيف كنت ممكن تصير مسؤولا انا علمني عن نزام وعلى الاندباط هيدا الجيل كله انا بقول للانسان يعملوا لكل شي انا كنت دال يقولولي يعني كيف انت بتلحي اللي بلحي انا متلكم بقعد على الفيسبوك وبعد على الانستغرام وبشاب ارقيلي وبعمل نشاطات وبعمل شغلي وبعمل شو بديك تقصمي وعدك اللي بدي اقولوله لكل ما ييقسوا من شي الحياة مفتوحة وازا ما لقيت هون فتش هون بيسكروننا بيب بيفتحونا بيبتين ايه انا بللي انت بتعرفين احنا شغلنا اوقات بيكون تحت 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 اوقات بيكون فوق 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 بس تلاقي حالك تسكر بمحال جربي انت يخلقي طاقة تانية ودل عندك عمل اذا اطعت اطعت الامل انتهيت هيدا الجيل بديقلو يالا كتير هيدا الجيل عم يعيني من هيدا الموضوع انه بيقلو انت شوف الاني معك اولا لا يشوف الاني معك ما طلعته وجيته وصفرته وعملته وعندكم سيارات وعندكم مديشو خيل لا ما كلكم هتعملوا هيك بس ما بتكون تقطعوا الامل بس انت تبطل عندك امل بالمستقبل فأتي كل شي خسرت كل شي انا هيدا بالنسبة لالي اعمل فنصيحة لهم ينخرطوا بحياة الاجتماعية يعطوا جزء من حياتهم تطوع يفوتوا بالجمعيات ما يقطعوا الامل يتعلموا ويأسسوا ومش خلط اذا تعلموا برا واشتغلوا برا وبعتوا لأهلهم هذا الشغل او لقاكلوا ببلدهم يعني انا مش من النوع الاشخاص لا لا وين انت قادر بتعطي بتعطي وين قادر يصبتوا على ايمانهم مية بالمية هذا البلد مية بالمية الكلمة الختمية توني شو بتحب تقول بختم هاللقاء الحلو انا ما بدي في الحبات الازاعة رجعتيني رجعتيني عيام المايكروفون والازاعة بس انا بعزب كتير لو كانت عم تشتغل معي كانت تعذبت كتير لان انا ولا نهات بقعد بكتشوفني ويه في اي عيد عم بعمل اليوم عن نظام كينو برامجي بالازاعة عن جاد قبل ما يطلع الكاميرا ما انت تتعف كنا ورا الميكروفون ما كنا نعمل بدنا ما كنا في كاميرا عم تطلع تطلع بس بلشوا يحطوا لي الكاميرات بالستوديو انا في حركات بعمل لا ما كنت انتبه لها بس تكوني حتى شغنية كنا انا عم برقص عليها بالستوديو ما الناس مش شايفتني صار اخي شي بس انا يقول لي مهندس الصوت توني عود توني ركز توني كزا في كاميرات فهدي كمان انا اتراف اليوم ماشي ماشي عالم الازاعة ما اعرف اكيد المهندس الصوت والاخلاج صار له من زمان عباب النحفي نخبركم سيلفي قبل ما نخصرت معنا بالازاعة بالزمان كنا اول ما بلاشت انا كان الازاعة بعد عيام الكسات تتذكر ايه كنا نجيب الغنية بالقلم نلفه بالقلم لحتى الناس جي على الغنية وكنت انا كيبعده هاي السيدات طويل ما قاعدين نقلي انا على الميكروفون وعا ندهست الصوت عزا بدي قراء الابراج بلاش الساعة تسعة بالابراج ساعة احد عشر ونص بعد مش ايه الاخر برجان دقت مرة على الازاعة طلعت على الهوى في الكاتبة تقل لي شي قلت ليك عيني سمعني برجي بدي قوم اطبخ شو بيعداش معك بالازاعة اشي كتير مهضوم هيك من خلال العمل الازاعي اه كلمة اخيرة ابدأ اتشكر اتشكر صوت انا ايه خالف تعلو معي برنامج جايك برنامج تسلي والمسابقات وضحك اه صوت فان مرسي للإدارة مرسي لكل الأشخاص اللي عم شوفوا نقاعدين بجدية وهيك وعم بيشتغلوا انا بحب هيدا الشغل ليا تانكيو لالك انت ضويت ضويت على شي انا بحبه اللي هو العمل الاجتماعي وعفوه نحنا بتبلشنا حركة شباب الشركة عنا فرع بالجديد وعنا فرع بالسبتية بعد عنا فرع ببيروت انحنا فيها نفتح كذا فرع وهلا عم نشتغل مع الكشافة وعنا فوج بكنيسة النهر بسموها ببرش حمود الكنيسة النهر عنا فوج للكشافة هاي المنطقة انا بتعني لنا ولانه بالزمان وقتا كنا ننزل من زحلة بيعرفوا الشباب كنا نوقف السيارات الوحيد اللي هو كان عالدورة ما كنا نعرف ننزل بس من زحلة بس نروح على الشارع اراكس وعلى سوق الارمن لحتى نشتري تيب فهي المنطقة انا كتير بتعليلهم بساطة ان انا موجود هون مرسيلة اليك ولالازاعة وبدي اقول لكل اشخاص اذا بتحبوا بتطلعوا بمحل حلو يطلعوا معلي شكرا كتير هذا كلام كتير كبير علي خي توني زميل واخ يعني قد ما اوصفك الكلام يسقط امام لغة المحبة اللي هي الالم المجروح شكرا لك الاعلامة توني ابو نعوم مستمعينا ومشاهدينا اكيد نحنا نشكركم على متابعتكم دائمة وبعرف قديش عم تتابعوا بشكل خاص هاي دي الحلقة على السوشال ميديا كيف يمتابعين شكرا كتير عندك تعليقات كتير توني تبقرين اكيد نازل نقرأ لأن نحنا خلص الوقت يمكن بس ديقلوا نحنا اكيد بجعب يتابعوها على الهيوتيوب ايه تتابعونا ودائما نسمعوا بش بسمع علي وتوني كل برامج هاي دعاية مع كل زماليقنا كلهم كلهم وهيدي الازاعة اعتبروها لقالكم كل الجمعيات اللي عم تحضرنا وكل الأصدقاء وازا بتحب يكون فيقلكون شي بتتواصل مع الإدارة ومع ليا شكرا لقالكم وإلى الليقاء هس وانا زين وانا زين لباغوين يف حرزات ريز أپارتمنط لنن & 2 ريز أپارتمنط وانا زين ريز أپارتمنط هاي ده وانا زين ريز أپارتمنط برشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة